اقر مجلس الشورى خلال جلسته الماضية مشروع قانون بشأن النظافة العامة ليصبح القانون بذلك أقرب ما يكون إلى التطبيق على أرض الواقع وذلك بعد مصادقة جلالة الملك المفدى عليه ليدخل بعدها حيز التنفيذ ومعنا للحديث حول تفاصيل هذا القانون والمراحل التي مر بها إلى حين أقراره بشكل نهائي خلال جلسة مجلس الشورى الماضية سعادة عضو مجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بعد التحية سيد فؤاد نتكلم عن هذا القانون الذي يأتي لسد فراغ تشريعي بشأن النظافة العامة في مملكة البحرين في البداية كيف انطلقت هذه الفكرة والمراحل التي مر بها هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وأشكرهم شخصيا مشروع هذا القانون مر بأدة مراحل يعني في الأساس جاء مشروع القانون مرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014 نعم وحيل مشروع هذا القانون إلى السلطة التشريعية في ديسمبر 2014 وأجرى عليه مجلس النواب تعديلات على معظم مواد القانون والديباجة نعم الديباجة ومعظم مواد القانون واستحدث مادتين ثلاثة وثلاثة عشر مستحدثة وألغى المادة أربعة نعم قانون مناقشة وتحليل في ستة عشر اجتماع بالضبط يعني والأخوة في اللجنة يعني يعني لم يألو جهدا وخصوص يعني بسملك بعض الأسماء لأن اللي كانت للساعة ساعات المساء الأولى هي في بينها اتصال مثل نائب رئيس الجمعة للجنة الاستاذ جمعة الكعبي نعم والاستاذ جميلة سلمان نعم والدكتور محمد علي حسن والمستشارين القانونيين للجنة وأمناء سر للجنة والباحثين القانونيين فأخذ منه ستة عشر اجتماع تصور ستة عشر اجتماع نعم يعني سيد فؤد لماذا يعني هذا الوقت الطويل لهذا المشروع ستة عشر اجتماع أكثر من أربع سنوات نعم وأخذ ورد في هذا الموضوع لأنه قانون مهم ويمس حياة المواطن نعم يمس مباشرة فلابد أن تضع الضوابط بدون إثقال كاهل المواطن نعم يعني حتى يطلع مشروع هذا القانون بالشكل الحضاري بالشكل الحضاري إلا يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة نعم فمن هالمنطلق بدأ النقاش معانا في اللجنة ومع مجلس النواب تصور ستة عشر اجتماع وثلاث جلسات أخذها المجلس نعم أجر مجلس الشورى تعديلات أجرت اللجنة بعد الاستماع إلى آراء الأخوة أعضاء المجلس في الجلسة نعم إلى مداخلاتهم وإلى اقتراحاتهم المكتوبة وحضورهم معنا في اجتماع اللجان نعم ملاحظات المجلسين طبعا ملاحظات المجلسين نعم ودعينا كافة الجهات ذات العلاقة من شؤون البلاديات المجلس الأعلى للبيئة نعم كلها لا الاستئناس بقراها حتى نصيغ القانون ونعدل على ما عدل عليه مجلس النواب نعم عدلنا على مجلس النواب على تعديلاته بالإضافة أو الحدف ف يعني أو التعديل نعم فرجع إلى مجلس النواب المؤكر مجلس النواب وافق على تعديلات مجلس الشورى على تسع تعديلات واختلف معاهم مع ست تعديلات أصر عليها مجلس النواب فالحمد الله التعديلات اللي أصر عليها مجلس النواب المؤكر لم تكن بدات الأهمية نعم أو تعديلات جذرية اللي يجب أن تعدل في القانون بسيطة نعم فارتأت اللجنة التوافق مع مجلس النواب في هذه الست مواد حتى يرى القانون النور لما له من أهمية وإلا إن لم نتفق فالقانون يحتاج لإقرار إلى اجتماع مجلس وطني وهذا بطول يعني لما يركن وإحنا نعرف في المجلس وفي اللجنة حاجة البحرين إلى مثل هذا القانون المتطول نعم يعني تكلمت عن أهمية هذا القانون وعدم إثقال كاهل المواطن كيف سيكون ذلك يعني عدم إثقال كاهل المواطن كيف سينعكس إيجابا على المواطن يعني إحنا نشوف في الغرامات هالقانون وفي عقوبات للمخالفين نعم فصلنا بين الغرامات يعني بالنسبة لنقل المخلفات و لمراحلها الأخيرة والتخلص منها أوجبنا هناك إن تكون الشركات المرخصة هي المسؤولة بالنقل من هذه المخالفة ولا يتحمل المواطن جزء من التكلفة لا ما يتحمل المواطن جزء من هذه التكلفة أبدا نعم هذه الشركات منخصة من البلدية هي تنقل المخلفات سواء للتدوير أو للتخلص منها نعم وضع الحاويات في الأواكن المخصصة هذه والمحافظة على نظافة المكان هذه منها نظافة المساكن والسكن المشترك والمناور والممرات في السكن المشتركة نعم مخالفة هذه النصوص عليها جزاءات نعم فتكون الجزاءات بالنسبة إلى المواطن هي جزاءات محبولة إنما نتكلم إذا تكلمنا عن شركات اعتبارية وتعرف أهمية التخلص من هذه المواد وتدويرها وبعض المصانع والمنشآت إلا ليه الانبعاثات الخطيرة أو المخلفات الخطيرة هذه لابد أن القانون يتعامل لها بشكل آخر نعم فالجزاءات هذه عوردتها ولابد أن ينص حسب دستور مملكة البارية أن الرسوم والدرائد لا تفرض إلا بقانون نعم يعني البلدية ما تقدر بروح تحط الضوابط هالغرامة هالكثر أو الحد الأقصى أو الحد لها الكثر لا هذا لابد بقانون مشرح من السلطة التشريئية فإحنا وجدنا أن المواطن يكون لالتزام بهذا القانون والجزاعات ما على المواطن جزاعات هادية يمكن خفيفة بالنسبة لترك السيارات أو السيارات السكراب نعم وشغال الطرق يعني اللاحظ هذه مو ظاهرة حضارية وبيئية سيارات مهمة لمتروكة السيارات المركونة إلى البيع أو الإيجار إهني بعد القانون تحامل معها وتحامل بآلية نقلها السيارات المركونة للبيع أو الإيجار وحتى نقلها ألزم البلديات بالمحافظة عليها وتتحمل المسؤولية القانونية في حالة حدوث أي ضرر حماية للمواطن وأعطى مدة ثلاثة شهر إذا لم يحضر من يستلمه وما تزال إلا بعد الإندار باللسق على السيارة أو المركبة وأعطى مدة ثلاثة شهر إذا ما حضر الاستلامه من المكان المخصص تباع في المزاد العلني وتخصم رسوم النقل وما نقل وما شابه ويرجع إلى في حسابه إلى المالك نعم يعني إذن الغرامة لا تفرض إلا بعد الإنذار بعد إعلام الشرح بهذه المخالفة نعم يعني سعدت أننا بتكلمت عن ملاحظات مجلس النواب وملاحظات مجلس الشورى أكيد جلستم مع أصحاب العلاقة من وزارة البلديات المجلس الأعلى للبيئة ما هي أبرز ملاحظاتهم في هذا الموضوع والله لهم ملاحظات كانت أثرة النقاش نعم وهذا اللي خلنا نتوصل إلى بعض هذه التعديلة يعني مثلا وزارة البلديات إشغال الطرق كان هاجسهم الهاجس بخصة سيارات السكراب السيارات المعروضة للبيع والأجار في الأماكن العامة غسيل السيارات في الأماكن العامة أماكن العامة لا بد أن تضع له ضوابط جريان المياه وما يسبب من مستنقعات جاذبة إلى الحشرات والهوام والتي تكون مضرة بالبيئة والصحة هذه لها كان آراءهم لها أخذت بعين الاعتبار إذن كانوا هم داعمين لملاحظاتكم نعم ولهذا القانون الذي أقر في مجلس الشورى يعني ربما نختم بهذا السؤال سيد فؤاد أكيد قانون النظافة في ممكة البحرين أعد على مراحل وأعد يعني بعد دراية ودراسة طويلة هل اطلعتم على مثلا قوانين أخرى في الدول المجاورة أو الدول العالمية المتحضرة نعم نعم نحن نحاول أنه نصل إلى مستوى هذه الدول نعم يعني قوانين في الدول الأوروبية وأخذنا سنجابورة على مثال نعم الدول الخليجية أخذناها على سبيل مثال يعني فهذا اللي ساعدنا في مثل يعني إنجاز هذا الإنجاز بالقوانين المقارنة من بعض الدول الأقليمية والدول العالمية والدول الآسيوية اللي كانت دايما تتشدد في مثل هذه القوانين يعني وتظهر بالمظهر الحضاري اللي يليقي بها اليوم نعم 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 على كافة المستويات الحمدلله البحرين بدت يعني تظهر بهذا الوجه المشرق يعني متولي سيدي جلالة الملح نعم الله يحفظ مخاليد الحكم وإحنا من نجاح إلى آخر نعم بعد أقرار سيدي جلالة نور لهذا القانون يعني ننتظر لايحة التنفيذية ومن يقر يعلن في الجريدة الرسمية فبيكون ساري المفعول وإحنا نعمل يعني في المجلس والجمعية لجنة المرافض من المواطني لالتزام قدر الامكان نعم قدر الامكان لالتزام لأن في الأول والآخر أي نجاح لمملكة البحرين هو نجاح لك البحرين تكاتف الجميع بالتأكيد تكاتف الجميع نعم سعادة عظم مجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي شكر حضورك معنا وأثرائك لهذه الحلقة يعطيك صحة والآخر الله يسلم في الختام مشاهدين الكرام استعرض معكم أبدا